اشتركوا في القناة ايضا الكابتن شاكر عبدالفتاح طبعا نجم النادي التارسانة السابق هيكون معنا في الفقرة الحوارية التانية من حلقة الاهلي الليلة النهاردة ان شاء الله تكون حلقة اهمة وتعجب حضراتكم لكن خلينا في البداية كده نتكلم عن بعض الاخبار الخاصة بفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي واللي اكيد استقني في تدريباته النهاردة بس قبل ما نخش في الفريق الاول خلينا نهني طبعا فريق كرة السلة بالنادي الاهلي بتتويجه بطولة دوري المرتبط لكرة السلة النهاردة من خلال كمان كانت تغطية اكثر من رائعة ودي طبعا بعض اللقطات النهاردة لفرحة الاهلوية بالفوز بهذه البطولة للمرة التالتة او لمسم التالت على التوالي فبالتالي النهاردة كانت تغطية اكثر من رائعة من خلال شاشة قناة النادي الاهلي من خلال زملائنا طبعا بتحديد كابتن خالد العوضي فنبرك لهم طبعا مستني منهم المزيد والمزيد من الانتصارات والبطولات كالعادة للنادي الاهلي نخش في اخبار الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي مهما جدا أمام فريق الدخلية في الأسبوع هي مباراة أكيد مؤجلة من الأسبوع السادس من بطولة الدوري مباراة هتكون مهمة جدا وهي آخر مباراة النادي الأهلي في المرحلة الحالية وهي إحدى المراحل الصعبة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبيمر بها خلال الفترة الأخيرة وحتكون آخر مباراة للنادي الأهلي في هذا العام طبعا كل سنة وكل ممور النادي الأهلي وكل المصرين والشعب المصري بألف خير بالنسبة للعام الميلادي الجديد لكن مهم جدا بالنسبة لنادي الأهلي الفوز في هذه المباراة عشان يكون الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدوري وهمية كمان المنافسة على هذه البطولة والعودة طبعا للمقدمة بعد وجود عديد والعديد من المؤجلات بالنسبة لنادي الأهلي خلاص نواس 3-4 مباراة مؤجلة بالنسبة للفريق إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق فيهم بشكل كبير جدا عشان يرجع لمكانته الطبيعية في صدارة بطولة الدوري العام وهي إحدى البطولات الأهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي والأكيد جمهور النادي الأهلي متعود عليها بشكل كبير جدا نبتدي أخبار الفريق والمصابين وبالتحديد عندنا خمس لعبين عندهم إصابات مختلفة وبيجيبوا خلال الفترة اللي فاتت سواء وليد سليمان صلاح محسن سعد سمير ومحمد نجيب رمي ربيعة كده كان غاية بسبب أن هو غير مقيد بسبب الإصابة اللي كانت عنده أصلا في البداية والتي تعافى منها لكن رمي ربيعة بالتحديد عنده أصابة مختلفة الفترة دي وخلاص على وشك التعافى منه هي أصابة خاصة بإيده يعني عنده زي كسر في إحدى إصبع إيده يعني فبالتالي بيتعالج من هذه الإصابة إن شاء الله يعود قريبا جدا رمي ربيعة ويعني هيكون فيه إمكانية كبيرة وارد إنه هو يتم كيده في شهر يناير عشي يكون داعم قوي لفريق النادي الأهلي كالمعتاد ورمي ربيعة أحد اللاعبين المهمين طبعا كمان وليد سليمان وليد سليمان يعني زي الفترة اللي فاتت كلها وليد سليمان كان ماشي رجل بشكل أكثر من رائع مع الفريق الأول بتحديد منذ بداية الموسم ويقدر أنه يقدم مستويات أكثر من رائعة وتحديد في بطول الدوري أبطال أفريقيا وقاد النادي الأهلي لنهاء هذه البطولة لكن للأسف الفريق ما وفقش فيه المبرارة النهائية أمام الترجي لكن وليد الفترة دي عنده زي إجهات كده وده طبيعي طبعا من المبرارات الكتيرة اللاعبها وليد سليمان وكان فيه اعتماد كبير جدا من الجهاز الفني في هذا التوقيت على لاعب حجم وقدرات وليد سليمان فبالتالي شيء طبيعي جدا ومنطق أنه يكون عنده إجهات نوع معه بالإضافة طبعا أنه عنده إصابة في الكاحل وإن شاء الله وليد سليمان يعني على وشك أنه يتعافى من هذه الإصابة ونتمنى له كمان العودة إن شاء الله سريعا سريعا بيقوم ببعض التدريبات التأهلية خلال التدريبات اليومين دول فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق والعودة سريعا بالنسبة للنادي الأهلي كمان سعد سمير هو أحد الرئياء الكائز المهمة في خطة فعالنادي الأهلي واللي عنده في العضلة الخلفية في إحدى المباريات السابقة وبالتالي سعد سمير بيجيب لفترة برضو عنده بعض التدريبات العلاجية والتدريبات التأهلية علشان يقدر أنه يعود للتدريبات الجامعية لفريق النادي الأهلي كمان صلاح محسن صلاح محسن أحد العبيد المهمين جدا في خطة فعاله الجوم الفريق يمكن مش محظوظ شوية مع النادي الأهلي من أول ما جاء يمكن بعض الإصابات ممكن تكون بتلاحق صلاح محسن لكن يبقى أنه هو أحد الأوراق المهمة جدا في صفوف الفريق بالتالي هو عنده إصابة في العضلة الضمة أو مزقف العضلة الضمة فقدامه لسه صلاح محسن حوالي من أسبوعين لثلاث أسابيع عشان يرجع للتدريبات الجامعية فبالتالي أيضا عنده تدريبات علاجية وتأهيلية خلال هذه الفترة بجانب كمان محمد نجيب ويمكن ناسي شوية محمد نجيب لعب كبير جدا وخبرة كبيرة في صفوف النادي الأهلي وأكيد الفريق تأثر بغياب الفترات الكبيرة اللماضية أيضا كان عنده قطع في الرباطة لدخل الركبة فإن شاء الله يعود سريعا وقريبا جدا محمد نجيب علشان يكون داعم قوي يعني هيكون داعم قوي جدا لصفوف النادي الأهلي وبتحديد خط الدفاع إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحلة المهمة المجبلة نهارده الفريق عاد للتدريبات بعد ما كان فيه أجازة مبرحة الفريق وصل أصلا صباح الأمس بعد رحلة إثيوبيا ومبراط جيمة أبا جيفار الإثيوبي وتأهل الفريق في مجموعة المبراطين بالهتيجة 2-1 لدور 16 ودور المجموعات من بطول الدوري أبطال أفريقيا هذه البطولة الغائبة واللي النادي الأهلي بيسعى لها بشكل كبير جدا ومركز عليها كالعادة ما فيه سنة النادي الأهلي بيقاش مركز على طول دوري أبطال أفريقيا السنة دي طبعا هيكون تركيز كبير جدا بعد الإخفاق في الفوز بهذه البطولة الأكثر من خمس مواسم تحديد كمان آخر الموسمين الفريق خسر فيه النهائي سواء أمام الوداد أو حتى كمان أمام الترجي فبالتالي فيه تركيز كبير جدا من الفريق على هذه البطولة خلاص تعدنا مرحلة صعبة جدا وتأهلنا لدور المجموعات والبداية هتكون من شهر يناير بعد ما يكون فيه قرعا إن شاء الله يوم 28 هيتم تحديد طبعا كل مجموعة من المجموعة اللي هتكون في هذه البطولة وزي ما احنا عارفين النادي الأهلي على رأس أو هيكون على رأس إحدى المجموعات بجانب طبعا بعض الفرق سواء الوداد أو الترجي أو مزنبي فإن شاء الله نتمنى النادي الأهلي بشكل عام كل التوفيق في بطول الدوري أبطال أفريقيا خلاص الفريق رجع للتدريبات النهاردة تدريبات قوية استعدادا لمباراة الداخلية إن شاء الله يوم السبت الجاي وحتكون مباراة هم جدا جدا وفريق الداخلية فريق قوي ومميز طبعا وكابتنا على عبد العالي طبعا مدير فني من المداربين الجيدين جدا فإن شاء الله هتكون أو هيكون الاستعداد دا كالعدة استعداد قوي ومهم جدا بالنسبة للفريق علشان يقدر تخطى هذه الحقبة وياخد خطوة جديدة نحو الحق بالمتصدرين في بطولة الدوري سواء الزمالك المتصدر طبعا في الفترة الحالية وبيقوم بمباراة جيدة في الحقيقة وكمان فريق بيراميز اللي بيقدي موسم جيد أيضا هو الآخر فبالتالي هتكون من نفسها قوية هذا الموسم وأكيد نتمنى كل التوفيق لفريقنا العزيز فريق النادي الأهلي أنه يرجع لسباق الصدارة ومش بس سباق الصدارة احنا دايما متعودين للنادي الأهلي على بطولة الدوري إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطولة وبالتحديد في المباراة المؤجلة لو كسبت المباراة المؤجلة هتكون يعني خلاص قطعت شوت كبير جدا من نفسها بشكل قوي جدا لو كسبت كل المباراة المؤجلة هتكون الفرق ريب فإن شاء الله ده اللي بيسعى ليه الجهاز الفني الجديد واللي في بعض العماصر القديمة سواء كابتن محمد يوسف أو كابتن سامي كومسون وحيكونوا مساعدين طبعا لمستر لسارتي المدير الفني الأروجياني الجديد للنادي الأهلي واللي هيتولى تدريب الفريق من يوم 28 رجل هيوصل يوم 27 إن شاء الله يعني بعد بكرة بإذن الله يوصل وحيكون متواجد أكيد في مباراة الداخلية ممكن ما يكونش ليه دور كبير أو في هذه المباراة وحيكون الاعتماد أو التركيز من قبل كابتن محمد يوسف بشكل أكبر وخصوصا أنه متابع الفريق بشكل أكتر خلال المرحلة الماضية بالكامل وحيكون المهمة الأساسية أو حيكون أول مباراة رسمية تعتبر لمستر لسارتي حتكون بداية من مباراة بيراميز الصعبة جدا جدا يوم 4 يناير إن شاء الله فبالتالي نتمنى للجهاز الفني بشكل كامل كل التوفيق هي مرحلة كانت صعبة خلاص يعني بعد خمس ست أيام النادي الأهلي هيخشوا مرحلة جديدة مرحلة هيكون فيها عودة للمصابين وده شيء مهم جدا عارفين نادي الأهلي بيغيب من عنده بعض المصابين المهمين اللعبين أساسين جدا بيعودوا واحد تلو الأخر علي معلول خلاص رجع أحمد فتحي كمان متواجد وليد أزارو كان قبل بعض الفترات أيضا خلاص متواجد اللعب كمان المباراة الأخيرة في بعض العناصر طبعا المهمة جدا اللي عادت عشان تدعم صفوف النادي الأهلي في المباراة المقبلة وإن شاء الله بداية 8 يناير كمان بخلاف عودة المصابين حيكون عندك بعض الإضافات الجديدة لين نقدر النادي الأهلي يتعاقد معهم مؤخرا سواء جرالد وطبعا اللعب الإنجولي محمود وحيد دالع فريق مصر مخصة محمد محمود لعب فريق ودي دجلة ودول اللاعبين اللي خلاص تم إنهاء كل تفاصيل التعاقد معهم وخلاص بداية أو كمان كم يوم حينضموا لتدريبات النادي الأهلي يكونوا جاهزين والأقيد للمشاركة في المباراة طبقا للرؤية الفنية طبعا وطبقا على حسب جهازيتهم البدنية والفنية المشاركة في المباراة وده حيعود طبعا للجهاز الفني اللي بيدم كمان عنصر من العناصر القوية جدا هو كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة ده بخلاف كمان بعض الصفقات اللي يعني خلال ساعات أو خلال أيام قليلة حنسمع أكتر من صفقة جديدة بالنسبة لنادي الأهلي حيكونوا دعمين بشكل قوي يعني عمات النادي الأهلي خلاص بيقف المرحلة كبيرة كانت صعبة جدا جدا من خلال مباراة الداخلية إن شاء الله يكون موافق فيها ويحصد الثلاثة نقاط يخش على مرحلة أخرى وهي مرحلة جديدة ومهمة جدا في مشوار النادي الأهلي سواء في بطولة أفريقيا أو بطولة الدوري أو حتى بطولة الكاس ويكون عنده الأمور يعني يمكن تكون تزبطت شوية من الآخر كده ويكون الأمور رماشية بشكل جيد بالنسبة للنادي الأهلي سريعا سريعا